أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفاء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاحبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فدعون إنه طمى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بما بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد بننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في الثبابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولكن شمع على عيني إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وما تحزم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك ختونا فلبفت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفوط علينا أو أن يحضا قال لا تخافا إنني معه ما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأوسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فبالربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء قلقه ثم هدا قال فما باب القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسبك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شجا قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نريدكم ومنها نخرجكم تاغة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يقشر المنا سبحا فتولى فرعون فجمع كيدا وثم أتا قال لهم موسى ويلهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خرب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يزدح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في هذوع النقل ولتعلمن أينا أشد وذابا وأذقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى المساء أسر بعبادي فاغرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بذنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانبا طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما وزقناكم ولا تطبوا فيه ولا تطبوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن ثاب وآمن وعنل صالحا ثم اهتدا وما أرجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعثك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألق السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يظن أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضبا ولا نفعا ولقد قال لهم لا يقول من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قبلي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبشره به فاقدرت قبضة من أثر الرسول فاقدرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنفاء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أحرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوما قيامة كملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ من زلطا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قوعا صفصفا لا تغى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خرب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيك وقل رب يزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إنها لا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تهمأنيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتوما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصوا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أحرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقلنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما بدعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واشتبر عليها لا نسألك رزقا نحن نغزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الشقف الأولى ولو أننا أحلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى